أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب الخير والشر من كتاب التوحيد من كتاب الكافي الشريف هذا الباب يتضمن ثلاثة أحاديث بمضمون واحد وهي تدل على أن هناك خيرا في هذا الكون وأن هناك شرا في هذا الكون الكون هو في الحقيقة الخير من مصاديقه الطاعة والشر من مصاديقه المعصية ولا شك أن الطاعة والمعصية من فعل العبد لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون الإنسان مختارا فلذلك الإنسان باختياره يطيع أو باختياره يعصي هذا المعنى الأول للخير والشر المعنى الثاني للخير والشر النعم والبلاية كما قال سبحانه وتعالى وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فتنة الله سبحانه وتعالى يمتحن الناس بالخير يعني بالنعم ويمتحنهم بالشر يعني البلاية لكي ينجح الناس في هذا الامتحان ويترقوا إلى مدارج الكمال لكن إذا واحد بسوء اختياره سقط في ذلك الامتحان فينال جزاءه العادل من عقاب الله سبحانه وتعالى وإنما استحق ذلك العذاب بسوء اختياره هذا المعنى الثاني للخير والشر المعنى الثالث للخير والشر بمعنى الملائم للطبع وغير الملائم للطبع ما كان ملائما للطبع يعبر عنه بالخير وما كان غير ملائما للطبع يعبر عنه بالشر ومن الواضح أن النعم والبلاية والمخلوقات التي تلائم الطبع ولا تلائم الطبع هي من خلق الله سبحانه وتعالى وتقديره في أحاديث هذا الباب يتم بيان أن كل خير في هذا الكون وأن كل شر في هذا الكون بغير المعنى الأول الذي هو الطاعة والمعصية وهو من فعل العبد غير هذا المعنى الأول جميع الخيرات والبلاية جميع الخيرات والشرور إنما هي بتقدير من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قدر الخير وقدر الشر لكن تقديره للشر فعل الله ليس بشر فعل الله خير وإن كان المقدر شرا يعني مثلا الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا نحن نعتبر الموت شر لماذا نعتبره شرا لأنه ملاءم للطبع الإنسان يحب أن يعيش في هذه الدنيا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة يكره الموت فالموت منافر للطبع فبهذا المعنى هو شر لكن هل تقدير الله سبحانه وتعالى لذلك شر كلا تقدير الله سبحانه وتعالى خير لأن في هذا التقدير المصلحة مثلا واحد مريض بمرض خطر يذهب إلى الطبيب الطبيب أو اللجنة الطبية يتوصلون إلى هذه النتيجة أن هذا الإنسان يجب أن تبتر رجله تقطع رجله وإلا مثلا المرض سوف يكون له حالة معدية إلى سائر الأعضاء وخلال فترة وجيزة سيموت هذا المريض فإنقاذا لحياته لابد من بتر رجله فيقررون ذلك بالنسبة إلى هذا المريض بتر رجله شر لأنه يحتاج إلى هذه الرجل كل إنسان يحتاج إلى رجلين وقطع إحدى الرجلين يسبب أن يتحول هذا الإنسان إلى إنسان معوق فهذا العمل بتر رجله بالنسبة له شر لكن هل قرار الأطباء شر أم خير قرار الأطباء خير لماذا؟ لأن في بتر رجله مصلحة لهذا المريض وهو بقاء حياته الله سبحانه وتعالى حينما يقدر ما ينافر طباعنا أو يقدر البلاية ما ينافر الطباع والبلاية هي الشر بالنسبة لنا لكن فعل الله سبحانه وتعالى خير فلذا الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا الخير قد يكون هذا الفعل بالنسبة إلى الإنسان شرا لكن صدوره من الله خير نمثل مثال آخر هل تعذيب الكفار المعاندين في جهنم خير أم شر صدور هذا الفعل من الله سبحانه وتعالى لأم لأن جهنم منكم أجمعين صدور الفعل من الله خير وإن كان بالنسبة إلى المعذبين في نار جهنم شر مثل أفرض أنت في محكمة عادلة يأتون بإنسان مجرم القاضي يحكم عليه مثلا بالحبس المؤبد ونفرض أن حكم القاضي ضمن الموازين الشرعية والعقلية فهل حكم القاضي خير أم شر؟ حكم القاضي صدور من القاضي خير وإذا القاضي خالف القانون يعاقب يحاسب يسأل أما بالنسبة إلى هذا الإنسان المحكوم بالسجن بسبب جريمته بالنسبة إليه شر ولكن بالنسبة إلى القاضي قرار يكون خير لماذا هذا الشر بالنسبة إلى هذا السجين؟ بسوء اختياره لأنه ارتكب جريمة فاستحق هذه العقوبة إذن فأفعال الله سبحانه وتعالى من حيث صدورها من الله هي خير ومتعلق هذا الفعل النعمة أو النقمة ما يلائم الطاب أو ينافر الطاب قد يكون خيرا وقد يكون شرا مزيد الإنسان المؤمن هذا الإنسان المؤمن يعمل أعمال من الطاعات وأعمال عادية ما يتوقف عليه حياته المباحات يشرب الماء مثلا يأكل الطعام وما إلى ذلك من المباحات ويطيع الله سبحانه وتعالى في أنه يمتثل أوامره وينزجر بسبب نواهيه هذا الإنسان أفعاله أفعال اختيارية هل الله سبحانه وتعالى قدر تلك الأفعال الجواب نعم قد ذكرنا فيما مضى أنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى لكن هل هذا القضاء والقدر يسبب جبر هذا الإنسان كلا فالله سبحانه وتعالى يوفق هذا الإنسان لفعل الخير لماذا الله وفقه لفعل الخير ابتداء لطف من الله سبحانه وتعالى وهداية منه فإذا هذا الإنسان قبل هذا اللطف وهذه الهداية الله زيده والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزيد الله الذين اتقوا خده أو ذاك الإنسان يفعل الشر هل فعله الشر بتقدير من الله سبحانه وتعالى يعني بقضاء وقدر منه الجواب نعم لكن قضاء وقدر الله سبحانه وتعالى لا يجبر هذا الإنسان على أفعاله الإنسان مختار في أفعاله الله سبحانه وتعالى بدأ لهذا الإنسان بالخير لكن هذا الإنسان يرفض بالسوء اختياره يعصي الله لا يقطع عنه إلى أن يوصل إلى مرحلة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فحينئذن الله سبحانه وتعالى يقدر الشر يقدر الشر ليس بمعنى أنه يجبر هذا الإنسان على فعل الشر وإنما يخذله بمعنى أنه لا يهيئ له أسباب فعل الخير فلذلك هذا الإنسان بسوء اختياره يرتكب المعاصي ويستمر في الشر فإذن طبعا هذا البحث مفصل ذكرنا أنه القضاء والقدر لا ينافي اختيار الإنسان أسأل الآن بالمقدار الذي يرتبط بهذا الواب نشيره إليه وعشرنا إليه يعني مثلنا مثال الآب عنده طفل صغير هذا الطفل الصغير قد يفعل أعمال غير مناسبة وقد يعمل أعمال مناسبة زين هذا الطفل باختياره يفعل أعمال صحيحة وأعمال غير مناسبة لكن الوالد يحب هذا الطفل ماذا يفعل؟ يهيئ له الأجواء المناسبة لكي هذا الإبن يفعل الأفعال الحسنة ولا يفعل الأفعال القبيحة يعني مثلا الوالد بدون علم هذا الطفل يختار له أصدقاء جيدين وسائل مثلا الانحراف وسائل فعل الشر يبعدهم عنه ويقرب له وسائل فعل الأعمال الحسنة هكذا يربيه لأنه التربية قد تكون تربية مباشرة الأب يقول لابنه افعل ولا تفعل وقد تكون تربية غير مباشرة هذا الطفل عندما يلعب مع هؤلاء الأصدقاء الجيدين مثلا ويعمل الأعمال الجيدة باختيارة يعمل أو بجبر باختيارة يعمل لكن الوالد هيئ له الأجواء المناسبة من الأصدقاء الجيدين مثلا من المدرسة الجيدة من البرامج الجيدة وتارة تشوف مثلا واحد عند ابن يهيئ له الأسباب المناسبة لكن هذا الابن متمرد الوالد لا يتركه لفترة يحاول يصحح أموره لكن أحيانا يشب عن الطوق حسب المثل فهذا الطفل يكبر والوالد يشعر بأنه عجز عن تربيته ماذا يفعل يتركه يعني إذا راح صادق رفقة سوء يتركه يخذل بهذه الطريقة فهو يستمر في فعل الأفعال القبيحة ولكن الوالد قد خذله هذا المثال إذا اتضح الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى كل الخلق بدأهم باللطف يعني كل إنسان الله سبحانه وتعالى جعل فيه الفترة كل مولود يولد على الفترة وركب العقل على هذا الإنسان عندما يكبر بالتدريج عقله يكمل يميز بين الخير وبين الشر فالله سبحانه وتعالى بدأهم جميعا باللطف يهيئ لهم أسباب الطاعة أرسل الأنبياء والأوصياء ولا تخلو الأرض في يوم من الأيام من حجة من حجج الله سبحانه وتعالى من يوم أن خلق الله آدما عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فهذا الحج إما ظاهر وإما غائب لكن الحج موجودة قل فلله الحجة البالغة فإذن الله بدأ الكل باللطف عند عقل عند فترة أرسل الأنبياء جعل لهم أوصياء هؤلاء يبينون للناس الإنسان هم عند عقل يتمكن من تمييز الخير من الشر كل هذا اللطف من الله سبحانه وتعالى وهذا اللطف عام لكل الناس ثم بعد ذلك يهيئ لهم أسباب الطاعة أيضا يبعد عنهم أسباب المعصية لكن إذا واحد بسوء اختيار السبب والمعصية بعيد عنه لكن يروح مرة مرتين ثلاث مرات إلى أن يفقد القابلية للهداية الله يتركه يخذله فإذن تقدير الخير تقدير الشر من الله سبحانه وتعالى لكن بما لا ينافي اختيار الإنسان حديث الأول عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول معاويته ابن وهب سمعته أبا عبد الله عليه السلام يقول إن مما أوحى الله إلى موسى وأنزل عليه في التوراة الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى وأنزله في التوراة لأن الله يوحي إلى أنبيائه تارة هذا الوحي كتاب منزل من السماء مثل التوراة الإنجيل الزبور صحف موسى صحف إبراهيم القرآن الكريم هذا النوع من الوحي كتاب مرسل من السماء يوحيه الله سبحانه وتعالى إلى نبيه وتارة الله سبحانه وتعالى يوحي إلى أنبيائه لكن وحياً ليس بكتاب فهذا إذا وصل إلينا يعبر عنه بالأحاديث القدسية حديث قدسي يعني وحي أوحاه الله إلى أنبيائه أو إلى نبي من أنبيائه بدون أن يكون هذا الوحي في كتاب منزل فهذا الوحي المذكور في هذا الحديث وحي في التوراة أوحى الله إلى موسى وأنزل عليه في التوراة إني أنا الله لا إله إلا أنا هذا من براعة الاستهلال يعني شروع الكلام تمهيد لبيان أن الله سبحانه وتعالى كل أمور هذا الكون في قبضته لا يخرج شيء من تقدير الله من قضائه وقدره لماذا؟ لأنه الله ولا إله غيره لا يوجد هناك إله غير الله سبحانه وتعالى إني أنا الله لا إله إلا أنا خلقت الخلق وخلقت الخير بمعنى قدرت الخير الله سبحانه وتعالى قدر الخير في البداية ثم أوجده بأن أجراه على يد عباده الصالحين خلقت الخلق وخلقت الخير وأجريته على يدي من أحب زين الله سبحانه وتعالى يحب اعتباطاً يبغض اعتباطاً كلا الآيات القرآنية ترشدنا إلى أن الله يحب العبد الذي أحسن عمله كقوله إن الله يحب المحسنين هذا الإنسان محسن أحسن عملاً فالله يحبه في آية أخرى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين في آية ثالثة فإن الله يحب المتقين في آية أخرى والله يحب الصابرين في آية أخرى إن الله يحب المتوكلين وغيرها من آيات فإذن الله يحب عبداً لأن هذا العبد أحسن عمله فلذا الله يحبه فلما أحبه أجرى الخير بيده لا بمعنى أنه أجبره على فعل الخير كلا وإنما بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يلطف به ويوفقه إلى فعل الخير فطوبى لمن أجريته على يديه هنيئا لهذا الإنسان طوبى مؤنث أطيب مثل صغرى مؤنث أصغر كبرى مؤنث أكبر فطوبى يعني أطيب طوبى لهم وحسنه مآب فالطوبى في اللغة مؤنث الأطيب أفعله التفضيل يعني أطيب الأشياء أحسن الأشياء أحسن المنازل طبعا من مصاديق طوبى حسب الروايات شجرة في الجنة هذه الشجرة تنبت من دار رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفي كل بيت وقصر من بيوت وقصور الجنة يوجد غص من هذه الشجرة والإنسان بالأعمال الصالحة يتعلق بغص من أغصان هذه الشجرة كما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر خطبة من شعبان فإذن المنزل الطيب الدرجة الرفيعة وهذه الشجرة فرع من فروعها لمن أجر الله سبحانه وتعالى الخير بيده وإنما أجر الخير بيده لحسن أفعاله زين هذا بالنسبة إلى الخير أما بالنسبة إلى الشر وأنا الله لا إله إلا أنا أيضا هذا مقدم الشر أيضا بتقدير من الله سبحانه وتعالى ولا أحد غير الله يقدر ذلك لماذا؟ لأنه لا إله غير الله لا توجد قوة أمام قوة الله سبحانه وتعالى وإذا البشر لهم قوة فإنما هي لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم تلك القدرة فقدرتهم عرضية بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأنا الله لا إله إلا أنا خلقت الخلق وخلقت الشر يعني قدرت الشر لأن الله إذا لم يقدر الشر لا يتحقق الشر لأن هذا العالم كله مملكة الله سبحانه وتعالى زين هل تقدير الله للشر خير أم شر؟ تقديره خير كما ذكرنا بغرض الامتحان مثلا وبأغراض أخرى ذكرناها فيما مضى خلقت الخلق وخلقت الشر وأجريته على يدي من أريده أجريت هذا الشر على يدي من أريد زين هل الله سبحانه وتعالى يريد اعتباطا؟ كلا الله لا يفعل العبث منزه عن العبث وجميع أفعال الله سبحانه وتعالى على حسب الحكمة فلماذا قدر أشر وأجراه على يدي بعض عباده بعض عبيده لأنهم أساءوا العمل فاستحقوا الخذلان الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يحب المعتدين هذا الإنسان اعتدى بسبب اعتياد اعتدائه الله سبحانه وتعالى يعاقبه في آية أخرى لا يحب الكافرين بسبب كفره لا يحب الظالمين بسبب ظلمه هذا الإنسان يستحق أن يخذله الله سبحانه وتعالى لا يحب من كان مختالا فخورا الإنسان المتكبر يمشي بخيلاء يعني يتخيل ويتصور أنه هو أكبر من الآخرين مع أنه هو أحقر من الآخرين إذا يسمى مختال من الخيلاء من الخيال توهم ويفخر على الناس بالفخار الباطلة تارة المفاخرة تكون على حق لا بس الإنسان يفخر بدينه يفخر بربه يفخر بنبيه لا بس لكن أن يفخر بالأمور الباطلة أو بما فيها العجب والتكبر والرياء إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا في آية أخرى لا يحب من كان خوانا أثيما بسبب خيانته وإثمه فالله سبحانه وتعالى لا يحبه في آية أخرى لا يحب المفسدين بسبب فساده فإذن هذا الإنسان بسبب السوء عمله وصل إلى مرحلة أنه ليس من الحكمة اللطف به الله سبحانه وتعالى رحيم لكن رحمته ضمن حكمته فإذا الرحمة لم تكن متطابقة مع الحكمة الله سبحانه وتعالى لا يرحم يعاقب وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة بعض النصارى مثلا يتصورون أن الله سبحانه وتعالى فقط رحمة وهذا كلام غير صحيح الرحمة من صفات فعل الله سبحانه وتعالى والله من صفات ذاته الحكمة فالرحمة إنما تكون إذا كانت حكمة نعم الحكمة تقتضي الله يرحم لكن إذا الحكمة لا تقتضي فالله لا يرحم لأنه مو من المعقول أن صفة الفعل تعارض صفة الذات لأن صفات الفعل من شأها هي صفات الذات فلا يعقل أن يكون المعلول يعارض العلة وهذا أمر بديهي فإذن الله سبحانه وتعالى يرى هذا الإنسان غير قابل للرحمة وغير قابل لللطف وغير قابل للتوفيق فيخذله يخذله يعني شنو يعني يتركه وشأنه إلى أن هذا الإنسان يزيد انحرافه هذا تقدير من الله سبحانه وتعالى انحراف هذا الإنسان ليس بفعل من الله بأن يكون الله أجبره على ذلك لكن الله قدر انحراف هذا الإنسان لماذا قدر؟ لأن هذا الإنسان رفض رحمة الله رفض لطف الله سبحانه وتعالى رفض أوامر الله ارتكب نواه الله سبحانه وتعالى فاستحق الخذلان فويل لمن أجريته على يديه ويل لهذا الإنسان الذي بسوء اختياره يقدر الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الإنسان يجري على يديه الشر لأنه سينال عقابه والعادل في هذه الدنيا وفي الآخرة فويل كلمة ويل احنا عدنا كلمات ثلاث طبعا هي أكثر لكن المهم ثلاثة منها عدنا ويل وعدنا ويح وعدنا ويس كلمة ويس تقال للأطفال للدلع الأطفال كلمة ويح تقال شفقة على إنسان واقع في مشكلة وقد تكون هذه المشكلة بسببه لكن من الشفقة عليه تقول ويحة وكلمة ويل هذه تقال لإنسان وقع في مشكلة ولكن من دون شفقة عليه نقول ويل للظالمين من عذاب الله وكذلك من مصاديق الويل بئر في جهنم يشتد فيه العذاب ولعله آبار مختلفة في جهنم فويل لمن أجريته يعني أجريته شر على يديه الحديث الثاني بنفس هذا المضمون عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام وفيه تكملة يعني الإمام الباقر ذكر هذا الكلام مع هذه التكملة الإمام الصادق ذكر هذا الكلام بدون هذه التكملة التي الآن نذكرها لأن الأم عليهم الصلاة والسلام كانوا يجيبون بالزيادة والنقصان أحيانا يقتضي أنه الكلام يكون مفصل وأحيانا يقتضي الكلام يكون مختصر أحيانا يقتضي أن يذكر الكلام من جوانب مختلفة وأحيانا يقتضي أن يذكر من جانب واحد كالقرآن القرآن الكريم ذكر قصة مثلا آدم وإبليس في سور مختلفة لكن بعض الأحيان فصل وبعض الأحيان اختصر وفي سورة يذكر جوانب وفي سورة أخرى يذكر جوانب أخرى لا يذكر تلك الجوانب حسب الغرض من تلك السورة الإمام يقول الإمام الباقر بعدما يقول وويل لمن أجريت على يديه الشر يقول وويل لمن يقول كيف ذا وكيف ذا يعني يعترض على الله سبحانه وتعالى إذا الله قدر الشر لا تعترض على الله سبحانه وتعالى مر الإنسان مستفهم يسأل استفهاما لا بأس هذا أمر مطلوب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وتارة يعترض مو استفهام حقيقي استفهام إنكاري مثل قوله تعالى وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا هذا ماذا استفهام لكن استفهام إنكاري تعنت الذي يستنكر على الله سبحانه وتعالى فعله أو يعترض على الله سبحانه وتعالى فهذا ويل له لأنه هذا ما يعرف الله سبحانه وتعالى لو كان يعرف الله سبحانه وتعالى لكان يرضى بقضائه حتى إذا لم يفهم وجه الحكمة في الفعل لكن لا يعترض على الله سبحانه وتعالى إذا مريض راح إلى طبيب وطبيب متخصص والطبيب قدر إجراء عملية جراحية هذا الذي يعتقد بأن هذا الطبيب يفهم وكلامه صحيح ما يعترض على الطبيب بس يمكن مرحلة أنه لا ينفذ كلام هذا الطبيب يراجع طبيب آخر وثالث ورابع لماذا؟ لأنه يشك في صحة ودقة تشخيص الطبيب الأول لكن إذا الإنسان يعتقد بالله يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى لا يخطئ وكل أعماله صحيح 100% ومطابق للحكمة فلا يعترض فإذا اعترض فهذا يكشف عن سوء عقيدته وسوء عمله نعم كلما درجة إيمان الإنسان ويقينة ارتفعت رضاه بقضاء الله حتى إذا كان ذلك القضاء مرا يرتفع من أعالي درجات المؤمنين المتقين هو الرضا بمكروه القضاء يعني هناك قضاء لا يلائم ذوق الإنسان الله سبحانه وتعالى قدر على إنسان أن يفقد أقرباءه أعزته أن يصاب في جسده هذا مر عليه لكن إذا يعلم بأن الله سبحانه وتعالى حكيم وقد قدر ذلك له فيرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى هذه الدرجة درجة رفيعة جدا الرضا بمكروه القضاء الحديث الثالث أيضا في نفس هذا المضمون عن الإمام الصادق أيضا عليه الصلاة والسلام وفي الحديث تفسير من أحد الرواة لكلام الإمام نحن ذكرناه في طي البحث نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة